السؤال ما هو ثمر تعليم هذا النبي بصراحة شو الثمر شو أثر على الإنسانية والبشرية أي كلام احنا العرب منحب الكلام المنمق خلينا أعطيك آية اللي فيها السجع والكلام الجميل بس قوية جدا جدا إذا يعني بتحبوا الآيات اللي فيها سجع في سفر التثنية عم بيتكلم إذا فيه عن العبادة لأي آلهة أخرى إذا قام في وسط كنبي أو حالم حلما وعطاك آية أو أعجوبة ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك بها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم بعدين بقول لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم في أي أربعة للي بحب اللغة العربية ولي بحب السجع شو بقول وراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون طبعا كل الآية رغم جمالها في اللغة العربية فإذا ما تتلعي كلام إذا فيه كلام معروف في نفس الفترة الزمنية إنه هذا النورم هذا الطبيعي إنه كله كلام كلام اللغة العربية مثلا لاحظ هنا الآية فيها جمال وفيها سجع وفيها لكن فيها رسالة أيضا شو ثمر التعليم كيف انتشرت رسالته هل أرسل تلاميذ يتكلموا عن قوة هذه الإرسالية كيف وصلت هذه الرسالة بالسيف بالعنف بالإرغام بالقوة بالإضطهاد بأواء بأواء إلى آخره كيف انتشرت الرسالة المسيحية زرعوا الحب نشروا الفرح والسلام في كل مكان والأغرب إنه كان يموتوا كانوا يطعموا لوحوش المفترسة ويشعلوهم على الصلبان ويقتلوهم بالكميات ومع كل هذا في 25 سنة انتشرت المسيحية إلى ثلاث قارات بدون سيف واحد فإذن من ثمارهم تعرفونهم هذه حقائق أحبائي فأي نبي لازم يجي لازم يكون في تناغم في تسلسل مع ما يقوله الكتاب المقدس ولكنه إذا جاء برسالة تناقض الكتاب المقدس مرفوض من أساسه ثم عندما تدرس الهوية وأخلاقيات النبي وحياته تعطيك الصورة الواضحة إذا هو فعلا نبي موسيقى 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 موسيقى